يا سادة احنا شفنا قد ايه الناس بتعاني من هذه المصيبة مصيبة الشرب نتكلم عنها بالتفصيل في حلقات جاية بس خلينا فكركم ان احنا النهار دا تكلمنا عن مهارة مهمة جدا 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 من المهارات الزوجية المهارة اللي احنا تكلمنا عنها هي مهارة تجنب مواطن الصراع ما تروحش للصراع وتستثمره ما تروحش للصراع عشان تثبت قوتك طب اعمل كده ازاي اتجنب الصراع دا ازاي ودي مهارة مهمة جدا 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 لما الناس بتعملها في الشغل بتنجح ولما الناس بتعملها في الطريق بتنجح ولما الناس بتعملها في حياتها بيرتاح بالها نعمل ايه اول حاجة اقولنا عشر اجراءات تعالوا نقولهم كده وامشوا معنا واحد واحد اول حاجة التواصل بصراحة وبصدق من غير جرح ولكن نتواصل بصدق وبصراحة تاني حاجة الاستماع الفعال ان انا استمع بحرص وبتركيز لديه شريك حياتي تالت حاجة افهم افهم نفسي وافهم ايه اللي بيخليني اقلق وبيخليني البس الدرع واتصارع تالت رابع حاجة لازم الاحظ مبكرا الاشياء اللي بتخليني اتوتر وتعامل معها بجدية وما تهونش معها خمس حاجة اذا اخطأت اعترف بخطأي وتجنب التصعيد لان التصعيد مش هيوصلني ان المشكلة تتحل لكن الحل هو ان انا اتجنب التصعيد ده رقم ستة اتعلم امتى انسحب والانسحاب لازم يكون برقة وجمال مش بصراع سابع حاجة ان انا اركز على الحاضر بعيدا عن الماضي لان الماضي مليان جراح ومليان الام رقم تمانية اسعى الى الحل مش للانتصار وانا قلت ازاي نسعى الى الحل والانتصار رقم تسعة حاجة مهمة اواوي روح الفكاه ان يبقى فيه فكاهة بيننا وان احنا دايما نخفف الطفولة الطبيعية بتخفف كتير واحنا هنا لو ما قدرناش وحسينا ان احنا عندنا شوية تعب من جوء اجزاء هذه المهارة ان انا اطلب المساعدة لو انا ما قدرتش ان انا استمر في هذه المسألة اعرف امتى اطلب المساعدة ومركز الرشادي الزواجي بدر الافتاق المصرية يسعد بكم اذا كنتم محتاجين في اي لحظة من اللحظات تعرفوا ازاي تحصلوا مهارة تجنب الصراع يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا يا رب راجعوا الحلقة ورجعوا كمان الاجراءات اللي قلناها واطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان هو يعينكم واجعلكم دائما مستعدين للحياة الزوجية ومقبين عليها بكل هذا الجمال او مستعدين ان انتوا تجددوا حياتكم الزوجية جددوا حياتكم وانواركم وبركتكم بان انتوا تتجنبوا الصراع ودخلوا في امان الله وعيشوا بلا حول ولا قوة الا بالله تعيشوا في الساعد وفي الهنى وفي الفرح يا رب اكرمنا واجعلنا دائما في رضاك وفي مودة وفي رحمة حتى ننعم بالسكينة يا ارحم الراحمين يا رب العالمين